السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور الصفة السانية الأعدادي إن شاء الله متابعين ومكاملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جم كتاب باي بيت كتاب المعاصر من فيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت اكسرسايز استمرينات اون لانجويتش على اللغويات لقيد درسين الأول والتاني من الوحدة التامنة كتاب باي بيت بداية من صفحة 64 واول سؤال بيقول شو زيختار ذاك روك تنصر الإجابة الصحيحة رقم واحد بيقول لي يعني يعني عنب متبقي هل تريد البعض منه اللي هو العنب من الأسماء التي تعد بمعنى قليل من مع الأسماء التي لا تعد قليل من مع الأسماء التي تعد للكمية ألاط نقصة أف يبقى هنا هنختار ايه هنختار يوجد عنب قليل متبقي هل تريد البعض منه رقم اتنين ليلى ليلى تحب ايه ليه اللبن في الشاي لكن مش كتير ما بتحبش لبن كتير في الشاي يبقى اللبن لا يعد من الأسماء التي لا تعد قليل من مع الأسماء التي تعد مع الأسماء التي تعد أو لا تعد لكن ما يفعش في الجملة المثبتة عايز جملة منفية ألاط عايزة معاها عشان تبقى كاملة معي في المعنى أليتول يبقى قليل من للكمية وهي أليتول هو بيحب لبن قليل كده في الشاي ما بيحبش كتير رقم ثلاثة عند وقت ايه عشان هو يمارس الرياضة ده هو مجغول جدا بيكملي هنا وبيعلقلي بيقولي ده هو مجغول يبقى هو عنده أليتل طايم إن نحدد أول حاجة الوقت لا يعد قليل من عنده وقت الليل ألاط عايزة من كتير من مع الأسماء التي تعد أفيه برضو مع الأسماء التي تعد أحنا هنا لعندنا أليتل طايم عنده وقت الليل عشان يمارس الرياضة ده هو مجغول جدا رقم أربع وديولايك هل تود نقط يعني عايز يقوله هنا هل تود إيه من الملحة في رقائق البطاطس بتاعتك الملح لا يعد يبقى عندي هنا مع الأسماء التي لا تعد ألاط عايزة أليتل مع الكمية أو مع الأسماء التي لا تعد بمعنى قليل من أفيه ويلوطس برضو عايزة يبقى هنا عايزين نستخدم أو نجيب إيه نجيب قليل من الملح يبقى وديولايك هل تود قليل من الملح على رقائق الشيبس بتاعتك يبقى بمعنى قليل من مع الأسماء التي لا تعد رقم حمس مش عاجباني هذه الشربة أو الحساء يوجد ملح كتير بداخلها مش عاجباني ده فيها ملح كتير يعني أكتر من اللازم تو بيجي بعدها يا ماتش يا ميني عندي هنا صلط الملح لا يعد يبقى هنختار تو ماتش يوجد ملح أكتر من اللازم بداخلها لأن ميني أكتر من اللازم أو كتير مع الأسماء التي تعد والمالح لا يعد رقم 6 والجولايك نؤات بينز بينز اللي هو الفول هل تود إيه دي حالة عرضه ولا طالب دي حالة عرضه وفي حالة العرض والطلب والجملة المثبتة عرض أو طلب أو الجملة المثبتة لازم بستخدم صم صم بينز بعض الإيه بعض بينز بعض الفول بعد كده صفحة 65 السؤال رقم 7 بيقول لي أنا لست جائع جدا أنا مش جائعا أو يعني لكن أريد بعض من بعض من الزيتون من فضلك الزيتون من الأسماء التي تعد مع الأسماء التي تعد ألط عيزة أوف قليل من للكمية أنا بتجيل في الجملة المنفية والسؤال يبقى قليل من أريد أو أرغب في قليل من الزيتون رقم 8 يعني مين؟ يعني جدتي بتقضي نقط طايم وقت إيه؟ في طهي أو في الطهي في المطبخ الوقت لا يعد مع الأسماء التي لا تعد ألط أف والأفيو قليل من مع الأسماء التي تعد أعيزة معها أف عشان تكون بمعنى كثير من سواء مع الأسماء التي تعد أولا تعد ميني؟ كثير من مع الأسماء التي تعد يبقى الوقت لا يعد هيبقى ناخد معها ألط أف بتقضي كتير من الايه؟ من الوقت بتقضي وقت كبير جدا في المطبخ رقم 9 ها الساموسة يسألني عند الساموسة بدأ احتوي على سكر ولا ملح بداخلها السكر أو الملح من الأسماء التي لا تعد معنى بعض المين إني ولا ألط أعيزة أو ولا ميني مع الأسماء التي تعد يبقى أنا هنا ده إيه؟ ده سؤال وفي حالة السؤال أنا بستخدم إني لأن ده سؤال رقم 10 بيقولي هنا هيا بنا لا نذهب إلى الشاطئ لا يوجد مطر اليوم المطر لا يعد من الأسماء التي لا تعد يبقى عندي هنا مع الأسماء التي تعد أكثر من اللازم أفيو قليل الأسماء التي تعد كمية أكثر من اللازم ولا نوت إناف مش كافي يبقى عندي هنا إيه؟ too much يوجد كمية مطر أكثر من اللازم مطر كتير جدا هيا بنا لا نذهب إلى الشاطئ بيكترح عليهم أن هما ما يرخوش لأن المطر كتير أعصير برتقال بارد يعني هل تودأ أو هل ترغب ده عرض وفي حالة العرض وفي حالة الطلب وفي حالة الجملة المثبتة أنا باستخدم مين باستخدم some لأن العصير ده لا يعد few مع الأسماء التي تعد lots عايزة of few مع الأسماء التي تعد رقم 12 هو يضع من الملح على الشبسي الملح لا يعد مع الأسماء التي لا تعد few مع الأسماء التي تعد قليل للأسماء التي تعد little قليل مع الأسماء التي لا تعد هنا في حالة النفي أو السؤال يبقى هنا قليل من الملح رقم 13 مصطفى دايما بيأكل الوجبات الخفيفة الصحية بيأكل وجبات خفيفة صحية الوجبات من الأسماء التي تعال قليل من للكمية أو الأسماء التي لا تعد يبقى قليل من بيأكل إلي من الوجبات الخفيفة الصحية رقم 14 أنا ما عنديش إيه كتب أنا ناخد بالي هنا دي قملة فيها نفي وفي حالة النفي والسؤال من اختار مين إني في النفي لطس عايزة للكمية والكتب تعدي التي تنفع عندي هنا إني بمعنى أي تجيلي في السؤال والنفي رقم 15 سمير بيكون إيه أثليت اللي هو اللاعب الرياضي لاعب رياضي مشهور أو جيد هو يأكل إيه من الطعام أو الوجبات الإيه السريعة هو لاعب مشهور بيأكل واجبات سريعة إيه بقى الوجبات السريعة أو الطعام السريعة الطعام لا يعد فيه قليل من ما ينفعش مع الأسماء التي تعد فيه برضو قليل مع الأسماء التي تعد يبقى الاتنين دول مع الأسماء التي تعد أليتل ولا ماتش يبقى احنا عايزين هنا نقطر واحدة من الاتنين طالما هو لعب رياضي جيد أكيد ما بيتناولش واجبات كتيرة يبقى هي لذلك هي إيه هو بيأكل أليتل فاست فود بيأكل قليل من الوجبات الايه السريعة لان الوجبات السريعة دي بتكون غير صحية يبقى رقم 16 ايه يقول يعني باقي قليل كده من الايه من اورانجس من البرتقال عايز يقول له هل تريد البعض نعم مفضلك في حالة العرض بقول له ايه يعني هل تريد البعض رقم 17 اللي هي رقائق البطاطس من الاسماء التي تعد طيب عندي الاول نشوف حالتنا حالة السؤال بتاعنا ده سؤال والعرض ده حالة عرض في حالة العرض بختار مين بختار سم ليطلق قليل الكمية والشيبس يعد قالوت عايز اوف ان ما بيجيش مع الايه مع الجامع بتيجي قبل المفرد يبقى في حالة العرض في حالة الطلب في حالة كملة المثبتة بستخدم سم عايز يقول هنا كان يوجد ايه من الجبنة في المطبخ لما بابايا اسكت تو ايت يعني طالب ان هو ايه ايت طالب ان هو يأكل شيز الجبنة من الاسماء التي لا تعد يبقى طالما هي من الاسماء التي لا تعد نشوف كده هنختار ايه قليل مع الاسماء التي تعد ايه بيجيلي في الجملة المنفية والسؤال ألوت عايزة مع اوف يبقى اليطل يبقى كان موجود جبنة اليلة لما بابايا طلب ان هو ايه يتناول الطعام رقم 19 انه لا يوجد نقط ملك لا يوجد اي لبن في الايه في التلاجة ممكن تذهب وتشتر البعض يبقى عندي هنا جملتي فيها نافية معه النافي بناخد صام لا طبعا بيجيلي مع المزبتة ميني ما بيجيش مع اللبن اللبن لا يعد وميني مع الاسماء التي تعد ايه ولا فيه برضو مع الاسماء التي تعد واللبن لا يعد يبقى نختار هنا ايه لان ده سؤال مفيش اي ايه مفيش ايه لبن في التلاجة I have am tą money I have النقود ايه النقود لا نقود سمني انا عندي I have A سمني عندي بعض النقود الط اوف ولا لط اوف نا اا هنا جاب لي اا يبقى هنا جاب لي اا يبقى من فاش اختار سم يبقى اا لط اوف انا معي الط اوف ماني كتير من النقود عندي ميني مع الاسماء التي تعد واني بتجلي في النافي او الاستفهام بعد كده تسألت صحيح الخطأ الطريق بيكون بيكون مزدحم جدا يوجد سيارات كتير السيارات من الاسماء التي من الاسماء التي تعد طب اقول هنا ايه طبعا مني كتير يوجد كتير من السيارات خطي مني ليه لان السيارة تقدر عدها رقم اثنين اي بيكون لا انا مش عايز اهوة انا بفضل الشاي يبقى هنا قال لي ايه يبقى السؤال كان بي هل تود يبقى اللي باسأل بي بجوبي رقم ثلاثة يوجد بس قليل من المقاعد باية او متبقية بس في الايه في السينما يبقى عندي هنا المقاعد من الاسماء التي ايه من الاسماء التي تعد مع الاسماء التي تعد بناخد ايه بمعنى قليل من افيو قليل ايه قليل من بعد كده جايب لصفحة ستة وستين والسؤال رقم اربع بيقول لي رامي لايكس رامي يحب نقاط شجر ايه من السكر في الشاي بتاعه لكن مش كتير يبقى بيحب الليل من السكر السكر من الاسماء التي ايه لا تعد السكر لا يعد عايز اقول قليل مع الاسماء التي لا تعد وهي قليل من قليل من الايه قليل من السكر رقم خمسة there are to not people يوجد ناس اكتر من اللازم عددهم كتير in the market في السوق today اليوم الناس من الاسماء التي تعد عايز اقول كتير للاسماء التي لا تعد وهي من هل احمد عنده اصدقاء ليلين يبقى الاصدقاء من الاسماء التي تعد عايز اقول قليل من مع الاسماء التي تعد وهي في قليل من رقم سبعة وين she is playing نتبول لما هي او متى هي او لما هي يعني كانت بتلعب نتبول لقرة الشبكة she drinks no water شربت مياه ليلة الماء لا يعد عايز اقول قليل من مع الاسماء التي لا تعد وهي كلمة a little قليل ايه قليل من مع الاسماء التي لا تعد رقم تمانية we eat نحن نتناول او نأكل rice and pasta الارز والمكارونة قليل منهم يعني الارز والمكارونة من الاسماء التي لا تعد لا تعد مع الاسماء التي لا تعد معنى قليل من وهي كلمة little قليل من